ليش الإنسان الذي يعرض عن الصلاة سيكون في معيشة ظنكة دائماً إحنا نبحث عن أسباب الرزق موشكل دائماً إحنا ندور أسباب الرزق كل إنسان من الصباح إلى الليل يدور على رزقه جاي في بال واحد أنه ليش بعض الناس أرزاقهم تكون قليلة أو الله سبحانه وتعالى ما طارح البركة في أرزاقهم عنده معاملات تجارية يبيع ويشتري وكذا وكذا لكن شنو ما بيها بركة فلوسه هوية تجيه لكن مثل ما تجيه اتطير بغمضة عينه بلحوة واحدة من الأشياء التي تجلب وتدر الرزق الصلاة في وقتها راجعوا وإنه فيه محظر العلماء لا فاضل شوف إش قد أخبار وروايات عدنة في مجال إن الدفع البلاء الوسعة في الأرزاق هذا الإنسان إذا يلتزم بالصلاة في وقتها الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب رزقه اثنين عدم الإلدزام بالصلاة أو التهاوه فيه يغلق أبواب الرزق أنا دا أبيع أشتري شل علاقة بأ الله أكبر وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي العلا شل علاقة لاحظوا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ آه عفيا لأزيد أنكم وحدة من صور علة الصلاة وفلسفة الصلاة إنك أنت لما انتقف بين يدي ربك عز وجل بهذه الحالة من التذلل والخضوع والخشوع والخوف هو أنك تشكره على عظيم نعمه عليك شكر على عظيم النعم فالإنسان الشاكر والذاكر الله سبحانه وتعالى يزيد عليها الرزق ولا ينقص عليها الرزق وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَا إِنْ شَكَرْتُمْ خُبْ هَسَّ آنِه لمن أجي وأوجه صورة من صور الشكر لله سبحانه وتعالى أتهاوى عنها أتجاهلها أتناساها الله سبحانه وتعالى يزيد في رزقي ولا ينقص في رزقي حتى لو ما ينقص الرزق كافي إن البركة إذا قلت الإنسان يصبح في معيشة ظنكة أنقلكم خبر هذا واحد يجي للإمام الصادق التفت جيداً ترى بها فرد مغزة عظيمة واش قد تطول الصلاة بها مغزة عظيمة يجا واحد عند الإمام يا ابن رسول الله سؤال فضلي كان يا ابن رسول الله أنا مندي متجر فلوس تجيني بضاعها أبيع وأشتري بيها لكن فترة صايرة فلوسي أموالي وتجارتي ما بيها بركة ما بيها بركة ما أدري شنو السبب علمني ورد علمي دعافة تشي منها منها إلي ما أملت فتلة قال له هسا من تطلع اذهب إلى دارك بالحائط السورة الخارجية للبيت بالزاوية الفلانية الشرقية غربية بالنتيجة علم له قال أخلي لك فرد شيء صعد راح تشوف فرد عش طير عصورة جايم سوية عشة على السور الخارجي بعد مو الجواني قال ابحث في العش سوف تجد قطعة عظم في العش عظم عظم واقع شيل قطعة العظم وذبها بعيد ثم انظر كيف ترى رزقك هذا ما شذب خبر اجي بالفعل اجي البيت شاف بالفعل اكو عش حصفر صعد على علوة طالع كذا بحث ما شاف بالفعل اكو قطعة عظمته هسا واحد منه لو لو يفكر به الموضوع على فولان شون يفسر الموضوع هذاك واحد جاي يمسولنا السحر يمسولنا عمل يمسولنا فرد شعوذة حتى شنو ينغلق باب الرزق لا مو كل شي بالسحر والشعوذة يكو بعض المالات احنا نجيب المصايب لنفسنا من دون النعلم من دون النعلم ذبه بعيد وبعض اسبوع لا شاف الأمور تعدلت الأوزان كلها صارت مضبوطة والبركة موجودة و سي شو القضية يا ابن الرسول لا خبرني شو السالفة شو القضية شنو كانت القطاع قال هاي العصفور طايرة في مقبرة في جبانة تدري بعض المالات القبور غزو القبور القديمة أو بعض الأماكن اللي حواية ضيقة قبل إذا مر عليها عشرين سنة كذا يجوا يحفرون يريدون يدفنون واحد بمكانه فانت قطعة عظم منها منها ما حدي فتلة يشيلون الذبون بين الأترة ما يدري هذه العصفورة جاية شايفت لها قطعة عظم لبالها غصن شايلتهم خليتها وين بلعش شمالته على سور بيتك يا مؤمن على سور بيتك ها هذه القطعة الظاهر من إنسان مات وهو تارك للصلاة ايش قد أثرت سلبا عليك شالت عنك البركة شالت عنك البركة الرزق فانت من تخلصت منها رجعت البركة في أرزقكم هس مولاني إذا قطعت عظم حصفورة جابتها وخلت إلى هذا الأثر السلبي وخلتك في ظنك من العيش شو إذا صاحب البيت ما يصلي شلون إذا المرأة بالبيت ما تصلي شلون إذا الأولاد بالبيت ما يصليون شلون شال من وين يجي الرزق يعيش الإنسان في ظنك من العيش ولا ما إيش والصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر إذا الإنسان ابتعد عن الصلاة رح ينغمس في الفحشاء في المنكر النتيجة شنو النتيجة يتحول إلى سبع انظاري يتحول إلى وحش مفترس ما عنده مبادئ ما عنده قيم ولهذا أنت شوف يوم عاشراء التاريخ ينقل لنا فرد صورة رائعة إنه لمن أصبح وقت الظهيرة الحسين وقف في صحراء كربلة وصلا بأصحابه ووقف هناك من يتقي النبال عذي الحسين لكن جيب لي رواية تاريخية وحده إن عمر بن سعد صاح يا قوم عطلوا القتال حتى نصلي الظهور جيب رواية وحده حتى هذا الخبر اللي يحشون عجلوا في قتل الحسين حتى نصل الجماعة هذا ما بها أي نص ما شايف أنا لا أي نص لأن لو كان هؤلاء يصلون لمنعتهم الصلاة عن هذا المنكر الذي صنعوه يوم عاشورا صنعوا صنيع اللي أورثوا المجتمع وأورثوا المدن أورثوهم كرب طويلة هم وغم شكرا للمشاهدة